كابتن خالد الغندور سؤال مهم يعني حضرتك محتاج ايه او ايه اللي انت عايز تثبته وتوصله لنا يعني انا مش فاهم حضرتك ليه مصر ويعني لازما ولابد انك تثبت ان كوكا عليه ضربة جزاء والاهل الجامل ومباراة زد دي لازما تخرم مش عامل ليه مش فاهم انت حضرتك تلعت يعني بعد المطش على طول او بعد الحالة ابنها تطلع على برنامجك تلعت وكلمت على صفحيتك يا جماعة ضربة جزاء واضحة في الشمس والحاكم البنة ما جابش الحاكم ومش عارف ايه وفين الفر والكلام ده جميل يا عماش انا معاك انت لسه ما شفتش الحالة فاي حد ممكن تخش عليه وتشوك لكن انك تطلع في البرنامج بتاعك وتجيب جمال الشريف او واحد خبير تحكيمي محايد تماما الراجل كان شغل في بي ان فيعني مش وعانا ولا مننا ولا منك يعني واحد غريب وبعيد عن الدنيا تماما مفيش حلو جميل الراجل قال رأيه بكل اريحية واثبتلك في الاخر بالقوم والدليل وكل ما اللي انت عايز تقوله قوله الراجل اثبتلك انها مش ضربة كذا تماما ليه افضل اجادل في الراجل يعني هو المفروض ومش هو المفروض وتسع دقيق عملت جادل فيه مش فاهم على ايه يعني ليه 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 عايز تصر وتثبت وجهة نظرك مع ان الراجل بيتكلم بقانون وبيتكلم بقادلة وراجل خبير تحكيمي انت هنا مفروض الموضوع مفوش اراء ما فيه رأي مش رأي بقى اللي هو فيه قانون بيقول كذا واحدين ثلاثة وجايب خبير تحكيمي مش مصري عشان خاطر تثبت وجهة نظرك او تثبت الموضوع فتلق عكس عليك والراجل رد عليك وقالك انها مش ضربة جذاب يسكت بقى الكابتن خالد غندور لا طبعا ايه عم اسكت ايه انا ازاي اسكت لازم ان ما اسكتش يوم جايب الكابتن جمال غندور تعالى بقى كابتن جمال اقول لنا ايه رأيك يقول لك ضربة جذاب واختلف مع جمال الشريف ومش عارف ايه والجملين هنا اختلفوا مع بعض ففي الاخر الكابتن خالد غندور ينتصر لوجهة نظره بالكابتن جمال غندور تعالى يا كابتن جمال اثبت لي يعني انا مش هنفع كده اطلع وقول ان هي ضربة جزاء ويجي حد ي رد علي في البرنامج بتاعي يقول لا دا مش ضرب الجزاء اطلع يا كابن تعال تعال اقولنا انها ضرب الجزاء يا جماعة الموضوع مش كده الموضوع مش كده القرى واضحة جدا والرجل جمال الشريف فاتفرهالة تفسير قانوني علمي بحث يعني المفروض ان فيه او تحديثات فيه القوانين بتاعة التحكم ولكن احنا مش عادرها بيها بنطلع لتكلم وخلاص قرى في الهوى طب افترض ما افترض ما ان لكوكا اصلا ما كانش لها مثل افترض هل اصلا الكرة بتاعت المهاجم او المهاجم دا كان عنده فرصة ان يجيب جمع الرجل قال لك لا الرجل قال لك اللي اتنين رجيهم في الهوى مش عالارض سابتة ان هو داس عليها فمنعوا من الحركة فعمل فسوى لا الكرة واضحة وصريحة جدا والكابتن جمال الشريف اللي مسمعوهش ممكن يسمعو مع خالد الغندور ان المصر يعني يثبت ان هو صح ان الكرة ضرب الجزاء ان اهل الجامع ان مش عقل ايه يا عم ايه يا بابا ايه يا سيدي في ايه هو عشان خاطر موضوع محمد عادل مع الزمالك ومش عارف ايه عاوز تطلع حاجة لقصد حاجة يا جماعة مش كده مش كده اه عندنا اخطاء في التحكيم اه عندنا كتير اه فيه بلاو بتحصل واخد بالك يعني للاهلي وعا الاهلي انا راجل بقول لك اهو للاهلي وعا الاهلي وللزمالك وعا الزمالك ويمكن للزمالك اكتر بس يعني على الزمالك لكن لو بتيجي تقول لي يا عم بلال طب ماتشي لفاتمة وكل الناس تكلمت على مجاملة الزمالك بس ومتكلمتش على الاخطاء اللي كانت ضد الزمالك اقول لك محمد عادل عكت الدنيا على الاتنين على الفرقتين وعكت وكان ماتشي زي الطين يعني بالنسبة لمباراة الزمالك والبنك الاهل كانت مباراة يعني تحكميا زي الزفت وشوفنا النهاردة لجنة او الاتحاد المصر الكورد القدم اقل اللجنة بحالها وعاين الكابتن ياسر عبدالرقوف فانا اتمنى وازم فيه خير ان شاء الله ان يحل الموضوع ولكن كنت اتمنى كنت اتمنى ان القرار ده اول ما يقيل اللجنة الحالية يجيب بقى خبير اجنبي وريحنا ولكن اتحاد القرى لسه مش عايز يريحنا دلوقت لسه عاوض صاد بنز مع اني يعني تماما تماما ببنشكش في نزاهة الكابتن ياسر عبدالرقوف اللي بالنسبة راجل يعني نتوسم فيه خير وان شاء الله يعني يسر الدنيا معاه في الفترة الحالية وتكون يعني فترة مستقبلية الحين استقضاب خبير اجنبي ان شاء الله للاتحاد واللجنة التحكيم المصري باذن الله كل التوفيق للنادي الاهلي وكل التوفيق لبقى الفرق وي كابتن خالد مش كده مش كده كابتن مش كده ولا ايه لا يا كوشير اللي جاي كتير